يا أهلاً وسهلاً بحضراتكم من جديد من المشاكل الصحية الموجودة وشائعة يعني معروفة جداً في العالم كله وفي مصر كمان عندنا في المجتمع المصري هي هشاشة العظام الصعب في هشاشة العظام إنه هو الأول يشعر بيه الإنسان إنه هو حاجة بسيطة فيبدأ يشتكي من حاجات بسيطة يقولك مفصلي واغعيني أصلاً ركبي مش مريحيني أصلاً مش عارف أفرد ركبتي كويس واحد بيعتقد إن هي حاجات مرتبطة كده بظواهر بسيطة جداً والمشكلة الأكبر كمان إنه في الغالب لا يتم اكتشافه بدري وبالتالي من هنا حتى ربما الأطباء والمتخصصين أطلقوا عليه المرض الصامت التأخير في اكتشاف هشاشة العظام والتأخير في التعامل السليم معاه للأسف الشديد بيسبب أزمات كبيرة للمرضى ممكن لا قدر الله مع تظاهر الموضوع يؤدي إلى كسور في يعني العظام ومشاكل أخرى كثيرة مع تقدم المرض تحديداً خلونا نتكلم عليه شاشة العظام ونعرف كده إزاي نتعامل معها وإزاي ممكن تكون طرق الوقاية والعلاج منها مع ضفنا الكريم اللي منورنا في هذا الصباح الدكتور تامر أبو هميلة استشاري جراحات العظام والمفاصل والعمود الفقرية صباح الخليل السؤال المباشر هل هشاشة العظام هو مرض أو عرض لأمراض متعلقة بكبار السن فقط ولا ممكن في فقات مختلفة يجي في فقات مختلفة ولو خرجنا في حلقتنا زي كل مرة بنعود مع بعضنا فيها نخرج بكابسولات صغيرة للناس تفهم بدل ما الكلام يبقى صعب عليهم في الفهم يبقى إحنا إن شاء الله بأمر لا نجح في المقدمة اللي حضرتك قلتيها فعلا هو اسمه المرض الصامت أول كابسولة إحنا هنقولها للناس عشان الناس تستوعبها وتفهم هشاشة العظام مش مؤلمة علشان أنا بيجي لي في العيادة كل السيدات معظمهم لأنه هو المرض ده بيوصيب معظم السيدات يعني واحد لكل ثلاثة سيدة واحد لكل خمسة من الرجال بيوصيب الصغار أه ممكن يوصيب الصغار وده اللي برضو من ضمن الحاجات الجميلة اللي احنا نقولها النهاردة ونوضحها للناس كله بييجي يقول لي دكتور جسمي كله بيوجعني صابعي بتوجعني ورجلي بتوجعني ورقب يبتوجعني اختلاط شديد جدا عند الناس في مفهوم الفرق ما بين الخشونة والهشاشة دي نوضحها للناس في فرق يا جماعة كبير جدا عندنا ما بين خشونة المفاصل وهشاشة العظام خشونة المفاصل مؤلمة هشاشة العظام مرض غير مؤلمة وده مشكلته هي عراضه طيب عراضه بتعرفها لما يحصل الكسر وهي دي المشكلة الرهيبة فيه عشان كده هو مش اسمه الصامت فقط لغير ده اسمه اللص الصامت لأنه هو حيسرق يتسلل هو حيسرق الجسم وحيوديه للمنطقة اللي تخوف المريض امتى بيتألم من هشاشة العظام يتألم من هشاشة العظام لما يجيني مكسور طب انا اكتشفه ازاي دي النقطة الخطيرة واللي قلتها في حلقة معاكم قبل كده مهمة جدا ان انا بعمل سيرفي مسح المبادرة اللي كان اعملها فخامة الرئيس للسيدات للكشف المبكر عن الكنسر والسرطان بتاع السادي وهو عملنا فيها وهو مشكورا دعم ده كله عملنا فيها كشف مبكر عن هشاشة العظام علشان ما نوصلش لده طب الكشف بيكون عبارة عن ايه المسح ده عبارة عن ايه امتى الاول قبل ما اعمل المسح امتى اتوقع انها هيجي لها شاشة العظام اشوف المريض اللي هاي ريسك اللي هو عنده خطورة مين هما السيدات في سن المينبوز في سن بيحبش هتستخدم لنفس سن اليقس اللي انقطع عنهم الطنف السيدات دول عرضة لهشاشة العظام نركز في كل كلمة هنقولها هنخرج النهاردة بحاجات مفيدة للناس احنا اتفقنا ان واحد كل ثلاثة سيدة يبقى واحد كل خمسة من الرجال اي ست هيجي لها هذا الظرف اللي بييجي بعد سن المينبوز بعد سن انقطاع الطنف تبقى عارفة انها عرضة للهشاشة على طول ومعروف انه حينزل كسافة العظام عندها بنسبة 3% كل سنة 3% من كسافة العظام كل سنة من تاني السيدات اللي اضطررنا انشل لهم الوفرز او المبايد اللي عملنا لهم عملية لاستقصال المبايد لأي سبب من الاسباب عرضة السيدات اللي عندهم الغضة الدركية السيدات والرجال اللي عندهم السكر كل اللي انا قلته ده كل ده هو الهاي رسك الهاي رسك بيشنت اللي عرضة للاصابة بها شاشة العظام تعال بقى نعمل لك سيرفي ونعمل لك المسح طب هعمل المسح ازاي المسح هيتعمل بطريقتين التحالية العادية هشوف فيها نسبة الكالسام والفيتامين دي وحاجة اسمها قياس كسافة هشاشة العظام بجهاز اسمه بون دينسيتومتري اعمل الكشف ده واتعرف البيزلاين بتاعه دي وابدأ اتعامل معه الجهاز ده يا فاند المكتوب موجود عند الاطباق في المستشفيات موجود في المستشفيات موجود في الطباق والرئيس الحقيقة كان موفره في الحملات يعني اي حد دلوقتي بيسمعنا وبدأ يربط بين حالات عنده وبدأ الحالات اللي حدركة ذكرتها يقدر يروح يتوجه ويعمل يعمل كشف لكثافة العظام ساعتها يكتشف عنده البردر لاين بتاعه قد دي بيصيب ايه في الجسم أكتر حاجة الرزغ الرست والرقب لا هذه النقطة اللي أنا قلت لحدرك عليه لفرق ما بين الهشاشة والخشون هو ده الخلط اللي موجود عند الناس مالوش أدنى علاقة بالرقب خالص خالص نهائي لا من قريب ولا من بيج يقولك في الصلاة وأنا بصلي فيه ترقاة بتحصل ديخشونة طيب خطورة هشاشة الأزام من اللي أنا فاهمه يعني لو فيه لقدر الله فيه عظم تكسر من الجسم ما بيلتقمش بسرعة اه مش كده وبس بقى ده تثبيته صعب ده تثبيته صعب لأن العظمة أصبحت عظمة رخبة العظمة أصبحت عظمة هشة الشراحة والمسامير اللي احنا بنركبها أو المفاصل اللي بنحطها ما بتمسكش حضرتك بمنتهى البساطة عندك حيطة الحيطة دي أسمنت فيها قوي هتيجي تدق فيها مصمر المصمر هيخش ويبقى ماسك كويس قوي طب لو العظمة ديت الأسمنت فيها قليل أحط المصمر وطلع بيدي صحيح ولذلك أنا في هشاشة العظام دايما بقول يا جماعة الوقاية الناس الكبار السيدات الكبار حتى أنا بنصح نصيحة غريبة جدا للناس حتى لأن كنت برة مصر بشوف الكلام ده كتير في السيدات الكبار ورجال الكبار اللي هما سايبينهم لوحديهم نشيل السجاجات من الأرض نبعد عن الأرض اللي بتتزحلق الوقعة هنا بخطورة الوقعة تكسر والكسر مش بيتعالج بسهولة أصد حركة السجاجات اللي ممكن تزحلق تزحلق تتكعبل تقع السيدة أو الرجل المسن لو وقع وتكسر هيبقى تثبيته ومش سهل فبضطر ركب له شريح بشكل معين مسامير بنوع معين حتى بتبقى سعرها غالي جدا عشان تمسك في العظم الهش طيب حضرتك ذكرت نسبة الثلاثة في المية نسبة فقدان كثافة العظم اللي بيحصل عند السيدات كل سنة ثلاثة في المية بقى عند سن المونو بوز أو الانقطاع الطنف طيب هل في أي حاجة تقدر السيدة تعملها عشان تقلل من البرسانتج دي طبعا معنى النسبة المقوية دي حاجة بقى هنا على السؤال اللي قاله اللي أستاذ همه طيب إيه الفرق ما بين هشاشة العظم اللي بتيجي في السيدات والرجال الكبار الأدلت وبين الأطفال دي نقطة فيها خلط جامد إحنا خلاص كده اتفقنا مع الناس إحنا فصلنا ما بين هشاشة العظم وخشون مش هنغلطها تاني فيه فرق ما بين حاجة اسمها الأستيو بروجس والأستيو ماليشي هشاشة العظم ولين العظم واللي اتنين وجهان لعملة واحدة هشاشة العظم ولين العظم اللي بيجي للأطفال اسمه لين عزام اللي بيخلي رجلهم تتعويق مش هشاشة عزام نقول تاني بالمصطلح عشان بس الناس تفهموا لين العزام وهشاشة العزام الاستيو بروزيس والاستيو ماليشيا هشاشة العزام اللي بنتكلم معنا هو الاستيو بروزيس دي للكبار الاستيو ماليشيا هي بتاعة الأطفال لين عزام طب ايه الفرق هنقولها بطريقة لطيفة جدا الناس هتبقى معجبة بيها حضرتك لما بتيجي ترمي سقف خرصان بتحط الاول المكعبات بتاعة الحديد الحديد المسلح وبعدين بتصب عليه الأسمنت ده الطبيعي بتاعك العظم بتاع الانسان كده حديد مسلح اسمه الكولاجين يمثل 40% من الاستراكشر بتاع عظمك و60% هو الأسمنت مين الأسمنت؟ هو الكالسم اللي احنا بنحطه ده فانا في هشاشة العزام اللي اتنين بيبقوا واقع منهم الكالسم يعني عندي المسلح إلى حد ما معقول الكالسم وقع مني المينرالز وقت مني في لين العزام اللي اتنين وقعوا الحديد وقع والكالسيوم يعني العزام أخطر هشاشة العزام وده اللي يخليك تفكر في فكرة جميلة قوي عند الأطفال ما بيكسرش بيتعوج لأن الحديد نفسه قليل الحديد المسلح مش قصد الحديد بتاعنا الحديد المسلح مفيش يبقى العمرها ايه حتتعوج العمود اللي انت مطلعه دوت اللي شايل الساق فهيتعوج تفقنا فعند الأطفال بيبقى عندي بوند سوفتنينج لين في العزام يتعوج أعدله بقصر وعدل لكن في هشاشة العزام الحديد إلى حد ما معقول اللي ضاعف عندي الأسمنت الكالسيوم اللي هو الكالسيوم ومين والكولوجين الكولوجين هو الحديد بس الأكتر وقع عندي هو الكالسيوم اللي هو الأسمنت في العمارة هو الأسمنت في العمارة طب مين اللي بيشيل الكالسيوم ويحطه لي جوه الكولوجين اللي بيحطه لي جوه الحديد بتاع العمارة اللي من غيره الكالسيام مايروحش بص الارتباط ما بين العناصر هي دي النقطة اللي أنا بحاول أوصلها بشكل بسيط أنا مش عايز أطلع بالحاجة علمية أنا عايز أطلع للناس بممتهى البساطة تفهم فلما هتفهم هتستوعب ولما تستوعب هتتطاق اللي إحنا بنقول بشكل مبسط باللي أنا فهمتها دكتور حجاجة العظام علاجها المباشر إن احنا نتناول كالسيام بصبوط ونتعرض لأشعة الشمس طيب اتناولت كالسيام وما عندكش الخلاطة اللي حتشيل الأسمنت تحطه في الحديد اللي هو مين؟ الشمس اللي هو فيتامين دي اللي هو جاي من الشمس يبقى لازم فيتامين دي يبقى لو عندي نقص فيتامين دي عندي نقص كالسيام الأسمنت بتاعه قليل شيلهم وحطوهم طيب معلش الكولوجين بقى اللي هو الحديد ده اللي هو أيه وهنا حيجي السؤال الأروع هو فيه أكلات يا دكتور تامر بتجيبها شاشة عظام لأنها بتقلل الكالسيام وأكلات بتقلل الكولوجين زي إيه؟ الحاجات الغذية المشروبات الغذية اللي ما بيأكلش بيد اللي ما بيأكلش جبنة اللي ما بيأكلش السورس بتاع الكالسيام مش إحنا اتفقنا أن الكالسيام موجود له سورس إحنا بنأكله واللي ما عندوش السورس كافي بندهوله صابلة من تمام بره فيتامين دي مصدره الرئيسي إيه؟ أكل وشمس وشمس اللي تحوله للأكتف فورم وتنشطه الشمس أشعة الشمس الله طيب الكولوجين الكولوجين ده أصل وتبقى يعني خلاص العالم موضوع كبير العالم كله بقى بيتكلم عنه مزبوط لدرجة أنه النهاردة فيه سابليمنس للكولوجين كتيرة يعني مكملات موجود فيها الكولوجين بس أنا طول عمري عارفة أنه الكولوجين أكتر الستات بتهتم بيها عشان شد البشرة الجلوي سكن مزبوط اللي هي فيها رونق كده مزبوط لكن كمان طلع أنه الكولوجين ليه علاقة بالعضم نفسه احنا فهمنا النقطة الجميلة اللي قلناها في الأول احنا قلنا أي عمارة أي عمارة أي بيت بنبني عبارة عن إيه عبارة عن من الاسكيلاتون الحديد وبعدين جوا أسمن صح الكولوجين بتاعي هو الستركشور بتاع أي نسيج موجود عند حضرتك في العضم موجود عشان نرمي عليه الأسمنت الأسمنت اللي هو اللي هو الكالسي في البشرة هو اللي شادد البشرة أيوه وعليه خلايا الجلد في المفاصل في الركب اللي بقى بتاعت الخشونة بقى هو اللي موجود وعليه خلايا الغضروف فالكولوجين هو العمود الفقري بتاع جميع أنسجة الجسم ناخد الكولوجين ازاي دكتور بقى الكولوجين بقى في ناس بتاخدوا سبليمنت زي ما احنا في خشونة الركبة بناخد الكولوجين وفي ناس بنحقنه لها في ناس بنحقن لها الكولوجين جوا لكن مش موجود مثلا في أكل أو حاجة يعني هو فيه مقولة بس أنا دايما يعني الناس ربطة ما بين الكولوجين وما بين الكوارع بس دي حقيقة موجود دي حقيقة ناكل الكوارع معشا مليان هو فعلا مليان كولوجين بس يعني هتضر حاجة تانية طيب قد يبدو السؤال سؤالت سازج يا دكتور لا تفضل هل في علاقة بين الحديث عن العظام بشكل عام والأسنان آه طبعا ما هو الأسنان في الآخر إيه العبد الأسنان هي نوع من أنواع العظام برضو بس عليها طبقة مينة آه في الآخر عليها طبقة من الخارج اللي هي طبقة المينة يعني هتشاشة العظام ممكن تيجي في الأسنان أو لا إنها ممكن تيجي في الفك ما هو خلي بالاك من التركة الرائعة دي هو السنة ماسكة في إيه الجدر بتاع السنة الروت بتاع السنة عشان بس أستديتنا بتقوم أسنة مزعلوش مني وأولادي بالذات مزعلوش مني ما ماسكة في الماندبل ماسكة في اللي طب أنا لو جالي هشاشة عزام السنة هتساب مش كده وبس بقى المزروعة اللي بيزرعوها ده كثرة المكزلوفيشل أو ده كثرة الأسنان لو الماندبل فيها هشاشة عزام مش هيعرف يزرعها فبيضطر يأول أول الماندبل ويزرع عضم عشان السنة تتاخد اللي هو المزروعة الجديدة أو الامبلانت اللي بنخطها طيب سؤال سؤال لا 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 أي سؤال يجي على بنا وأنا مستمتع بالكلام لأنني في الآخر أنا حاسس أني المسجل اللي أنا جاي وصلها هتوصل بفضل طيب معلش عشان أنا برضو سرحانة في الكولوجي والبشرة زي أي ستة برضو معلول والبشرة ونعمل ايه وكده عايزين طرق الوقاية من حضرتك وحضرتك تقول لكل سيدة بتبعان أو فتاة ابتداء من سن كام لازم تأخذي بالك من عظمك ما يبقاش كل اهتمامك بمظهرك الخارجي بس لازم تبدأي تهتمي بالعظم والكولوجين والكالسيوم وما إلى ذلك من أول مرحلة عمرية قد إيه يا ضحي هنقول الصراحة مش علشان خطر إحنا أمام الشاشة هنا النصيحة مش للسيدة ولا للرجل النصيحة للأب والأم بصوا بقى المعادلة الخطيرة اللي أقول لكم دي اللي حتشوفه وانت كبير نتيجة اللي انت عملته وانت صغير دي النصيحة اللي بقول لأب والأم مش للرجل والسيدة اللي حيجيلهم هشاشة أزام اللي الطفل حينشأ عليه هو اللي حيشوفه قدام وهو كبير بمعنى بصوا الفكرة الجميلة اللي هقولها لكم دي بنفس فكرة العمارة والكالسيوم والحاجات اللي قلنا ربنا خلق لنا على عظامنا وعلى جلدنا وناخد العظام بالأخص نوعين من الخلايا واحدة اسمها بناءة أستيوبلست واحدة اسمها أستيوكلاست بتاكل ربنا بخليهم يمشوا على العظم طول النهار والليل 24 ساعة واحدة بترمي عظم بكثافة والتانية تاكل عشان تفضل العظم مستوية ده فأنا دي جديدة يمكن الناس معرفوه عشان بس يعني ايه عشان تفضل العظم مستوية أنا دايما جسمي وشعري وجلدي ولساني وكل حتة في جسمي لازم تتجدد ربنا ما بيسيبهاش لأن الخلايا له عمر افتراضي طب خلايا العظم هتتجدد ازاي اللي بتموت بتاكلها الأستيوكلاست والجديدة بتحطيها الأستيوكلاست فالتوازن بيفضل موجود لازم يفضل التوازن موجود وهنا ما قدامناش نقول غير سبحانه رب العظم سبحانه الله سبحانه الله وما قوتيتم من العلم إلا قليلا سبحانه الله الأستيوكلاست زادت حاكل في العظم أكتر مبني يخل التوازن يخلل في التوازن أمشي ناحية الأستيوبروزيس أو هجاشة الأزام اتفقنا؟ يبقى الأستيوكلاست زادت طب ليه بتزيد؟ مع سن كبير مع سن كبير وتقدم العمر الأستيوكلاست بتزيد اللي بياكل بيبقى أكتر بيبقى أكتر من اللي بيبقى من البناء تعال بقى وانت صغير لو انت عظمك مبني من وانت صغير على الكولاجين الصح والنسبة الصح والأمور الصح غالبا هجاشة الأزام مش هتيجأة لفسينا متأخر جدا دا إن جت دا إن جت دا إن جت طيب حضاك ذكرت نسبة في البداية نسبة مهمة إن فيه سيدة من كل ثلاث سيدات مصبوط بيصابه بششة الأزام على عكس الرجالة رجل من كل خمس رجال تحاكي لي حتى حظله دي حلو لا أصلا فكارت حاجة دلوقتي الفكارت حاجة دلوقتي والدكتور بيتكلم على الطفولة والله الندمان على كل مرة مامتي الله يرحمها كتبتقولي فيها كل طبق الصلطة ولا أقولها لا يا ماما والرياض ما بحبش طبق الصلطة العظم الذي لا يستخدم حقيقة الصلطة تصلها فيها كل الحب تقوله ده على قد ما هتقوي عظم عظمك بالرياضة على قد ما حدا كنت هتسأل كنت أسأل هل فيه نمط غذائي معين أسلوب معين عشان أعدل نسبة الموجودة عموما كأستيو بلاستي وأستيو كلاستي مش هتتعدل بالغذاء لأن دي نمط حياة ربنا سبحانه وتعالى خالقه بس الهورمونات هتتحكم فيه مع انقطاع الطنف والإستروجين ما هو برضو فيه نقطة مهمة ما هو زي بيجي لهم واحد لكل ثلاث سيدات أستيو بروزيس خلينا اتفئ أني الأنجاين أو الزبحة الصدرين بيجي شغل الرجالة لأنه هم محميين بالإستروجين ما هو ربنا حباهم بالإستروجين حميهم أنت عمرك شوفت واحدة سيدة ماتت بسكتة قلبيها فهم بيجيبون طب متشكرة أنت ما استأذن أنا أنت ما استأذن أنا أنا أذنكم السلام عليكم استأذن أنا بقى يعني الدكتور دي كان هو الأستاذ همام بمبسوط قوي باللي الدكتور بيقوله استأذن أنا بقى هم بفضل الله ربنا حميهم بهرمون إستروجين هرمون رائع كسير حياة طب أول ما بيقع منهم الإستروجين بنخش في القصة طب أخيرا بس عشان الوقت اللي للأسف انتهى حارك قلت نصيحة أنه نبدأ من الصغر وناخد بالنا قوي من أكل ولادنا الصلطة الحاجات الفرش وكالسي وفيتامين دي وأكل وتعرض لأشعات الشمس في الأوقات المناسبة طيب الكبار برضو نصيحة عامة لهم أي ستة حتتعرض للمينوبوس أو حنشلها الأوفري اللي هو المضايد أو 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 بتاخد سبلومنت على طول سبلومنت للإستروجين والإستروجين طلع له سبلومنت أو طلع له بدائل كتير ما هو ده احنا اتفقنا ده الهرمون اللي هو بفضل الله عز وجل حامس سيدات ناخد البديل بتاعه على طول البديل بتاعه فيه سنستيك حاجة مخلقة عشان مبقاش هرموني ويؤدي إلى لأنه فيه نسبة بيحصل معهم إنه بيجي لهم كنسر مع الإستروجين كهرمون وبيخدوا الصبل من بتاعه وبهتم بالغذاء بتاعي بتعرض للشمس بلعب رياضة بمشي بشكل مزبوط أنا كده بحافظ على العقل شكرا جزيلا دكتور تاميرا بوهميلة استشاري جراحات العظام والمفاصل عن مدو الفقر يا حقيقي امتعتنا وأفتتنا جدا شكرا جزيلا كل لقاء معاك وسعيد أني بوصل المسج بتاعت المبسطة للجمهور إن شاء الله بأمر الله معنا لقاءات أخرى برضو هنوضح فيها نقاط زي تنورنا يا دكتور شكرا جزيلا دكتور تاميرا شكرا جزيلا